السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرض عدد من المواطنين بمدينة أقادير وولاد تايمة لعملية نصب من طرف إحدى وكالات الأصفر بمدينة أقادير وفرعها بمدينة ولاد تايمة حيث تفجأت ضحايا الذين بلغوا عددهم 58 شخصا بتباخر حلمهم بزيارة الأماكن المقدسة لأداء العمر خلال شهر رمضان بعد تملس صاحب الوكالة من التزاماته بعد أن تلقى مبلغا ماليا من الضحايا فاق 100 مليون سنتيم وحسب تصريحات بعض الضحايا فقد دفعوا مبلغا ماليا تزيد عن 20 ألف درهم لمسيئ الوكالة التجارية للأصفر كمصارف أداء مناسك العمر بالأراضي المقدسة قبل أن يواجههم صاحب الوكالة بحملة غير منتهية من التسويف والتماطل وأكدت ضحايا في حادثهم أنهم سيلجأون إلى القضاء من أجل استرجاع حقوقهم الضائعة خصوصا وأن أغلبهم أصيب بأزبة نفسية بسبب ما أسموه التجرجير والتكرفيس